أربعة وأربعون عاماً من الخلاف بين هؤلاء فترة زمنية كانت كافية لتقنعهم أن وقت الصلح حان رغم تأخر موعده بعض الحاضرين هنا أعمارهم لا تتجاوز ثلثي عمر الخصومة بين الطرفين لكنهم وجدوا أنفسهم شركاء فيها بحكم العراف القبلية في بلاد يرث أبناؤها الخصومة تركة ثقيلة في العام 1974 كانت بداية القصة إذ نشب خلاف بين هاتين القبيلتين في محافظة مأرب على إثر إقدام مسلحين قبليين من قبيلة آل كعلان على قتل رجلين من قبيلة آل سويدة بسبب خلاف نشب بينهما ولغياب الدولة حينها في ظل حكم الأنظمة السابقة التي تركت أمور الفصل بين المتخاصمين في يد القبيلة بدلا من أن تكون في قبضة القانون توسع الخلاف عاما بعد عام ليتجاوز الأربعة عقود تسبب الانقطاع بين القبيلتين منذ ذلك اليوم في عدم اختلاط أبنائهما ومنع مرور السكان فيما بين القبيلتين وعودة التوتر بين أبنائهما بين الحين والآخر نشكر كل من سعى في هذا الموقف وقضيت الثار هذه قديمة لأكثر من 40 سنة ووصلونا مشايخ الجدعان ومشايخ ماربونه مولجوف ومن عدة محافظات مسؤولين وقياده طلاب وقصاد في هذا الثار القديم والحمد لله ما قصروا أصحابنا أهل الدم عفوا وأطلقوا الوجه الله سبحانه وتعالى وهذه بادرها طيبة نرجو من الجميع الاقتداء بها ودفن الثارات وطوال تلك العوام كانت هناك محاولات كثيرة لإنهاء هذه الخصومة وباءت جميعها بالفشل لتتوج إحداها أخيرا بالنجاح على أيدي قبليين ووجهاء من قبائل الجدعان ودهم ومراد عبيدة وقبائل أخرى في محافظة مارب لعقد صلح بين القبيلتين وإنهاء الخلاف الذي دام أربعة عقود ونصف وبعد أن علت أصوات الثأر من أفواههم في سماء القبيلتين ها هي اليوم تعل بأصوات التصالح والسلام